لكن عمليا حتى هذه اللحظة لا توجد هناك خطة لدى الأمم المتحدة رغم المناشدات ورغم إثبات أن هؤلاء ما زالت قوافل تدخل حتى أثناء دخول قافلة الأمم المتحدة كانوا يقولون بأن الطرق الدولية معطلة وأرسلت الصور من الميدان من معبر باب الهواء مباشرة أثناء مرور تلك القوافل وبالتالي الأمم المتحدة تحاول تخلي عن مسؤوليتها هذه الحقيقة